على همش متدى دافوس الاقتصادي التقت يورو نيوز بالرئيس الإيراني حسن روحاني الذي شدد على ضرورة تحرك الجهود الدولية لوقف العنف الذي يمزق سوريا حسن روحاني اعتبر أن السلام في سوريا ضروري لاستقرار المنطقة بالتزام مع مؤتمر دافوس تدور مفاوضات أخرى في غاية التوتر هنا في سويسرا بخصوص مستقبل سوريا تم سحب دعوتكم ودعوة إيران لهذه المحادثات ماذا كان رد فعلكم على ذلك؟ أولا نحن نعتبر أن من واجبنا الإنساني القيام بشيء ما لوقف إراقة الدماء في سوريا والقيام بأي شيء يمكن أن يساهم في مساعدة الشعب السوري الاستقرار في المنطقة مهم جدا بالنسبة لنا والحرب الأهلية في سوريا ليست من الأمور المقبولة ولكن فيما يخص الدعوة فنحن مستعدون للمشاركة في أي تجمع يسعى لمساعدة الشعب السوري أنا أشعر بخيبة أمل حول ما حدث ولا تتعلق خيبة الأمل هذه بي وبإيران وإنما بمصداقية الأمم المتحدة وبالأمانة العامة لهذه المنظمة تتابعون حوار رئيس الإيراني حسن روحاني كاملا على يورو نيوز ابتداء من الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة بالتوقيت العالمي